شرت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعاله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذا اليوم يدوره بإذن الله تعالى حول القيم الإنسانية الكبرى التي تمثلت في نهضة سيد الشهداء وعب الأحرار الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه قبل الدخول في صلب الموضوع نتوقف عند مقدمة وهذه المقدمة هي أن حركات التاريخ الكبرى تتنوع إلى نوعين النوع الأول الحركات التي ترتبط بأوضاع آنية محدودة موقعة هناك مشكلة سياسية أو مشكلة اجتماعية أو مشكلة اقتصادية تنهض هناك حركة من الحركات التاريخية وتحاول أن تغير هذا الواقع القائم هذا هو النوع الأول من الحركات التاريخية من الطبيعي أن هذا النوع من الحركات ينقضي ينقضي بانقضاء وقته هناك وقت معين هناك ظرف معين عندما ينتهي ذلك الوقت تنتهي تلك الحركة وتتحول إلى حادثة من حوادث التاريخ تتحول إلى جزء من تراث الأمة أو من تراث الأمم أما النوع الثاني من الحركات التاريخية فهي تلك الحركات التي ترتبط بقيم إنسانية عامة هناك مجموعة من القيم الإنسانية العامة هذه القيم لا ترتبط بمكان معين أو بزمان معين أو بظرف خاص وإنما يحتاج إليها الإنسان دائما وأبدا كيف يحتاج الإنسان إلى الطعام وكيف يحتاج إلى الشراب وكيف يحتاج إلى الهواء الذي يستنشقه وكيف يحتاج إلى الضياء الذي يرى به الأشياء هذه الحاجة لا تختص بالإنسان الأول الإنسان الأول يحتاج إلى هذه الأشياء الإنسان في هذا اليوم يحتاج إلى هذه الأشياء الإنسان بعد ألف عام يحتاج إلى هذه الأشياء لأنها تعبر عن حاجات دائمة كذلك القيم الإنسانية قيمة العدل قيمة الحرية قيمة الكرامة قيمة الوفاء قيمة التضحية قيمة العبادة قيمة حب الله وحب عبادة الله هذه القيم قيم دائمة الإنسان الأول يحتاج إلى هذه القيم الإنسان في هذا اليوم يحتاج إلى هذه القيم الإنسان بعد ألف عام يحتاج إلى هذه القيم هذه قيم دائمة وخالدة وأبدية هذه ملاحظة الملاحظة الثانية أن تمثيل الحركات القيمية للقيم الإنسانية الكبرى هذا التمثيل يختلف يختلف من الناحية الكمية ويختلف أيضا من الناحية الكيفية الناحية الكمية كم تمثل هذه الحركة التاريخية من القيم إذا تركنا الحركات الوقتية الآنية المحدودة ما علينا بهذه الحركات لأنها لا قيمة كبيرة لها في المنظار وفي المدى التاريخي لا الحركات القيمية كم تمثل من القيم ربما حركة تاريخية تمثل قيمة واحدة وربما تمثل قيمتين وربما تمثل مجموعة من القيم هذه الناحية الكمية في التمثيل الناحية الثانية الناحية الكيفية كيف تمثل درجة تمثيل هذه الحركة التاريخية لهذه القيم تاريخ البشرية كله لم يشهد ولن يشهد حركة تاريخية تاريخية كبرى مثلت القيم الإنسانية بأعلى درجات التمثيل وبأكبر وبأكبر كمية ممكنة كحركة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كقضية عاشوراء في هذه الحركة التاريخية نجد أن القيم الإنسانية القيم الإلهية تمثلت في هذه الحركة ولذلك هذا عامل من العوامل هناك عوامل كثيرة ولكن هذا إحدى العوامل في أن نهضة الإمام الحسين صلوات الله عليه تتحدى الموت لا يمكن أن تموت هذه النهضة المقدسة كذب الموت الحركات التاريخية تموت ولكن ولكن كذب الموت فالحسين مخلد كلما أخلق الزمان تجدد كأنه نهضة الإمام قضية الإمام فاجعة كربلاء كأنها حدثت اليوم هكذا نشاهد هكذا نرى التفاعل لا بأس أن أنقل هذا الشاهد وهذا الشاهد لا يختص بفرد معين لا هذا مثال العم كان ينقل حفظه الله عن الجد رحمه الله أنه كان مقيدا هذه القضية بعد 1400 عام تقريبا كان مقيدا كل يوم ولعله هناك الكثير ممن يعملون هذا العمل كان مقيد كل يوم يجمع أهله وأولاده عند طلوع الشمس ويأخذ الكتاب ويقرأ جانبا من قضية كربلا وقضية سيد الشهداء الأولاد إذا موجودين يقرأ لهم مع أنه ما كان خطيبا ولكن كان يريد أن يدون اسمه في هذا السجل سجل لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه العم كان ينقل وهذا هو الذي يهمنا في هذه القضية كل يوم إلا إذا يوم يكون مريض ما يتمكن أو يعرض له عارض العم كان يقول وما كان يقرأ يوما المصيبة كل يوم على مدار العام لزوجته لأولاده إلا ويبكي لاحظوا هذه العلاقة لاحظوا هذا التأثير كل يوم يقرأ ويبكي هذه القضية قضية حية قضية خالدة لا يمكن أن تموت نحن نذكر بعض القيم الإنسانية الكبرى التي تجسدت في نهضة سيد الشهداء إحدى هذه القيم التي هي قيمة محورية في هذا اليوم في العالم كله بل كانت قيمة محورية في جميع القصور قيمة الحرية أنتوا لاحظوا ذلك الظرف الذي كان يعيش فيه سيد الشهداء ولاحظوا الموقف الذي اتخذه سيد الشهداء في ذلك الوقت الكل استعبدوا الكل خضعوا النظام الأووي كان يعامل الناس كعبيد والناس رضخوا لهذا الوقت قبلوا بهذا الوقت الوليد كان يقول إن الناس عبيد لنا مسلم ابن عقبه هذا بعثه يزيد إلى المدينة من كثرة ما أراق من الدماء الناس سموه مسرف ابن عقبه جاء إلى المدينة وقتل الناس وأجرى الدماء في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أخذ البيعة من الناس ليزيد ابن معاوية لعنة الله عليه البيعة على نفوسهم ودمائهم وأموالهم أخذ البيعة منهم راجع التواريخ على أنهم عبيد ليزيد ابن معاوية يبيعهم ويشتريه الناس بايعوا مسرفا على ذلك على أنهم عبيد ليزيد الوليد كان يقول ونحن المالكون الناس طررا مالكون هؤلاء ملك عبيد لنا نسومهم المذلة والنكال نذلهم عبيد لنا نذلهم لا فقط عبيد لاحظوا صحابيا أو رجلا كبيرا في المنظار الاجتماعي مثل عبد الله ابن عمر المشهور هذا الرجل يأتي إلى الحجاج ويقول له الحجاج عندما دخل مكة وفتح مكة يقول له مد يدك لأبايعك فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من مات وليس في عنقه بيعة لإمام زمانه مات ميتة جاهلية أو ميتة الجاهلية هذا الرجل الكبير اجتماعيا فقال له الحجاج إن يدي مشغوله ومد رجله وقال بايع مع رجلي فقال عبد الله ابن عمر أتسخر مني فقال له كلمة حادة ما أذكر الكلمة يا فلان أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب لم يكن إمام زمانك ما بايعته ذاك الوقت رسول الله ما كان قد قال هذا الحديث إنما دفعك إلى بيعة عبد الله بن الزبير المصلوب فوق تلك الشجرة هكذا كان الناس ولكن سيد الشهداء صلوات الله الله وسلامه عليه وأصحابه الأوفياء علموا الناس قيمة الحرية في ذلك الظرف لا فقط الناس في ذلك الوقت وإنما على مدار التاريخ إن تقارنوا بين الشيعة أهل البيت شيعة الإمام الحسين وبقية الطوائف وبقية الفرق تجدون أن تلك الروح التي تمثلت في قضية عاشوراء هذه الروح موجودة في شيعة الحسين وشيعة أهل البيت روح الحرية مسلم بن عقيل عندما عرض عليه الأمان قال آليت لا أقتل إلا حرا وإن رأيت الموت شيئا نكرا إذا دار الأمر بين الموت حرا والحياة في أغلال العبودية فالموت مقدم الإمام الحسين صلوات الله عليه خاطب ذلك الجيش وقال لهم إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم هذه الحرية التي تمثلت في قضية عاشوراء وتمثلت في أصحاب سيد الشهداء الأوفياء ونجد هذا الخط التاريخي الآن شوفوا قبل الآن شوفوا خط الحوزات العلمية خط علماء الدين خط مراجع التقليل خط الشيعة على مدار التاريخ هذه ظاهرة واضحة في خط الموالين لسيد الشهداء هو خط الحرية وخط التحرر وخط الرافض للخضوع إلى أي قوة هذا أثر من آثار تلك النهضة الحسينية هذه قيمة القيمة الثانية هذه القيمة الإنسان بعد قرون قرون طويلة أعلن عن هذه القيمة الإنسانية العالم الآن يفتخر بإعلان هذه القيمة وبإعلان القيمة الأولى هذه قيم الآن العالم يفتخر بأنه أعلنها مجرد إعلان إذا ندق إعلان لم يتحول إلى واقع في أول مادة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تجدون بندين في المادة الأولى بند الحرية الإنسانية وهذا البند الثاني بند المساوات جميع الناس متساوون مجرد إعلان هذا الإعلان قبل حوالي خمسين عام نين وخمسين عام تقريبا هل تجدون لهذا الإعلان العالمي واقعا تطبيقيا يوجد أي دولة من دول العالم الآن الدول الكبرى والدول الصغرى الدول المتقدمة الدول المتخلفة هل يوجد هناك تطبيق لهذه القيمة الإنسانية أكو تساوي أكو تساوي بين الغني والفقير يوجد هناك تساوي بين الأسود والأبيض أكو قبل فترة خرجت مظاهرة في هذه الدولة العظمى هذه المظاهرة أخرجها مجموعة من الملونين شعار هذه المظاهرة من شعاراتها الأسود أيضا إنسان نحن أوادم مثلكم من طالب أكثر من هذا نحن ليس شيء آخر الأبيض أيضا إنسان لا نجد في دولة من دول العالم ما أظن أكو هناك دولة واحدة تعمل هذا المبدأ مبدأ المساوات بين الغنية والفقير بين الأسود والأبيض بين من يسمونه المواطن والأجنبي هذا مواطن هذا أجنبي ولكن في نهضة سيد الشهداء في قضية عاشوراء نجد هذا المبدأ الإسلامي ممثلا مجسدا القرآن الكريم يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما أكو هناك مواطن وأجنبي ما أكو هناك أسود وأبيض وهذا خادم نحتقر لا هذا بشر مثلنا ولعله عند الله يكون أقرب مننا النبي صلى الله عليه وآله مؤذنه كان رجلا أسود مؤذن بلا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لابنه الحسن المجتبى حول أسود رجل أسود يقول هاتع عمك الأسود عمك يعني أخوي هذا أخي هذه القيمة التي لم تستطع البشرية أن تحققها إلى هذا اليوم في قضية كربلاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مشى كما في بعض الكتب الإمام مشى إلى سبعة أفراد بعد مصرعه ثلاثة من بني هاشم وأربعة من الأصحاب واحد منهم العباس صلوات الله وسلامه عليه عندما سقط على الأرض جاء إليه الحسين صلوات الله وسلامه عليه وجلس عنده أكو في بعض أبارة المقاتل أبارة المقاتل أنه وقف عليه ولكن فيها بالفضل العباس أبارة المقاتل أنه جلس عنده وقال الآن انكسر ظهري أبو واحد الثاني القاسم الإمام صلوات الله وسلامه عليه جاء إلى مصرعه ووقف عليه وقال بعدا لقوم قتلوك الثالث مسلم ابن عوسجه الإمام مشى إلى مصرعه وقال رحمك الله يا ابن عوسجه الرابع الحر الإمام مشى إلى مصرعه وقال ما أخطأت أمك إذ سمتك حرا أنت الحر في الدنيا والحر في الآخرة ثم استعبر صلوات الله وسلامه عليه الشخص الخامس جون هذا العبد الأسود عبد لاحظوا كتاب شعب المقال هذا العبد الأسود كان أحد حواري سيد الشهداء كل إمام كل إمام من الأئمة كان له حواريون أحد حواري سيد الشهداء عبد أسود جون مولى أبي ذار وفي زيارة الناحية المقدسة المروية عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يقول السلام المروية عن الإمام المهدي السلام على جون مولى أبي ذر الغفار الإمام أيضا جاء ومشى إلى مصرع جون ودعا له قال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه وحشره مع محمد صلى الله عليه وآله وعرف بينه وبين آل محمد صلى الله عليه وآله كما مشى إلى العباس يمشي إلى هذا العبد الأسود وهناك شخصان آخران أيضا مشى إليهم الحسين صلى الله عليه أحدهما وكان تعامل الإمام الحسين معهما تعاملا مماثلا أحدهما علي الأكبر عندما سقط من جواده بعد أن حمله الفرس إلى معسكر الأعداء فمزقوه بسيوفهم إربا إربا لأن علي الأكبر عندما ضرب على رأسه الدماء سالت فاعتنق فرسه الفرس عندما يعتنق الأفراس الأصيلة عندما صاحبه يعتنقه هذا علامة خطر يعني بعد أنا ما أقدر أبقى ما أقدر أقاتل فالفرس الأصيل يحمل صاحبه إلى أهله ولكن الدماء التي سالت من رأس علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه جرت على عين الفرس وغطت عينه الفرس لم يعد يرى فحمل علي الأكبر إلى معسكر الأعداء فقطعوه بسيوفهم إربا إربا نادى يا أبه عليك من السلام هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى وإن لك كأسا مذخورة الإمام الحسين صلوات الله عليه مشى ووقف عليه أو جلس عنده ونادى على الدنيا بعدك العفا أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك لهمها وغمها لعله هذه الحالة كانت قبل هذه الكلمات مع هذه الكلمات بعد هذه الكلمات الإمام كأنه لعله قلب ما ارتاح فانحنى على ولده المقطع ووضع ووضع خده على خده ثم بعد ذلك نادى يا فتيان بني هاشم احملوا أخاكم إلى الفسطات بعض يقولون أنه علي الأكبر بدن كان مقطع ما كان الإمام يتمكن أن يرفع هذا البدن فجاء بني هاشم ورفعوا هذا البدن إلى الفسطات هذا هو السادس وهنا لك شخص سابع مشى إليه الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهو واضح واضح غلام عبد العبد لا قيمة له عندنا الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه مشى إليه وليس عجيبا أن الإمام مشى إليه ولكن العجيب أن الإمام احتفى به بذات الطريقة التي احتفى بولده في علي الأكبر وضع خده على خده وواضح هذا الغلام هذا العبد الإمام مشى إليه ووضع خده على خده ففتح واضح أينه ورأى الإمام الحسين منحنيا عليه واضعا خده على خده فقال من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خد هذه القيمة التي مثلها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه القيم كثيرة قيمة الوفاة قيمة التضحية قيمة حب الله قيمة عبادة الله في مثل هذا اليوم عندما كان الإمام يوم التاسع من المحرم عندما كان الإمام جالسا عند باب الخيمة محتبيا سيفه واضعا رأسه على ركبته إذا به يخفق كأنه تأخذه نومة وإذا بالأعداء يهجمون على خيام آل رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام مخفق برأسه تأتي زينب صلوات الله وسلامه عليها وتقول له يا أخه إن هؤلاء الأعداء قد هجموا علينا الإمام يبعث أخاه العباس ويقول له استمهلهم هذه الليلة فإن ربي يعلم أني أحب الصلاة له وكثرة الدعاء والاستغفار ليلة أيضا لنعبد الله سبحانه وتعالى هذه القيم قيمة العبادة قيمة الحرية قيمة المساوات قيمة المواساة قيمة الوفاء يجب أن نستفيدها ويستفيد العالم كله من هذه القيم أنا أختم كلامي بصورتين متقابلتين هاتان الصورتان درس لنا حقيقة إحنا ما كنا ذاك اليوم كانت هناك فرصة جاءت وانقضت البعض استفادوا من هذه الفرصة وربحوا وخلدوا أنفسهم الخلود الخلود ليس شيئا مهمة ثواب الله رضوان الله هذا هو الأهام الآن أيضا فرصة لنا ننقل صورتين متقابلتين باختصار الصورة الأولى رجل يقال له هرسم جاء مع عمر ابن ساعد إلى كربلا لقتال الحسن عندما دخل أرض كربلا فجأتان يتذكر قضية تاريخية يمكن قبل عشرين عام واحد وعشرين عام اثنين وعشرين عام كان ناس هذه القضية وإذا به يتذكر هذه القضية هرسم يأتي إلى الإمام الحسين ويقول للإمام أنا تذكرت قضية كنت ناسيها وهذه القضية احنا في يوم الأيام كنا مع أبيك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه في غزوة من الغزوات مررنا على هذه الأرض يعني أرض كربلا الإمام جاء وصلى ركعتين تحت شجرة في أرض كربلا ثم أخذ قبضة من تراب كربلا وشمها وقال وقال وها لك من تربح يقتل في هذه الأرض قوم يدخلون الجنة بغير حساب أنا الآن اذ ذكرت هذه القضية قال له الإمام وهل أنت لنا أو علينا جايت انصرنا أو أنت علينا لاحظوا الحرمان حقيقة لاحظوا الشقاء فقال هذا الرجل هرثم للإمام لا لكم ولا عليكم إني تركت خلفي عيالا أنا عندي عائلة كأن سيد الشهداء مائل عائلة كأن أصحابه مائل هم عائلة إني تركت خلفي عيالا أنا أرد روح لا لكم ولا عليكم فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا كان كذلك الإمام نصح فول عن هذه الأرض روح فإنه لا يشهد مصرعي أحد إلا أكبه الله في نار جهنم لا تكون هنا لا تكون شاهد على هذه القوية روح لا تسمع وعيتي فذهب الرجل الإمام أمير المؤمنين يقول يدخلون الجنة بغير حساب والسعادة جاءته لكن ما عنده توفير شقاء هذا يقال له الشقاء هذا النموذج النموذج الثاني نموذج مقابل رجل من بني أسد ينقل هذه القضية رجل يقال له العريان مذكور في كتب التواريخ يقول أبي العريان ينقل كان نازلا بقرب كربلا وكنا نمر على كربلا نشوف هناك رجل مرابط في كربلا رجل من بني أسد مر مرتين تلث مرات ما داي الكم مر المهم رأيناه أكثر من مر مرابط في تلك الآرض فتعجب والد وقال له لماذا أنت مرابط في هذه الآرض قال إني سمعت أن الحسين صلوات الله عليه يقتل في هذه الأرض أنا أريد أن أرابط في هذه الأرض حتى أقتل معه لعلي أقتل معه كم طالت هذه القضية أشهر سنوات مو مذكور يقول العريان مررت أنا وأبي بعد يوم عاشور على ذلك المكان فوجدناه الضمن الذين قتلوا مع سيد الشهداء ونال تلك السعادة التي كان يتمناها إحنا نقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ما كنا ولكن الآن موجود الآن نتمكن أن ننصر سيد الشهداء نصرة سيد الشهداء له مظاهر لبس السواد في هذا اليوم في يوم غير وحد يلبس السواد هذا نوع من النصرة كل شيء هناك أفراد أنا أعرفهم يقترضون لا مال عندهم يقترض مالا حتى يقيم هيئة يقيم مجلسا يطبع كتابا لسيد الشهداء الآن عندنا هذا الوقت هذه الفرصة موجودة عندنا ينقل عن أحد العلماء أنه رأى حبيب ابن مظاهر رحمة الله عليه قال له هل بقي ورأاه يتقلب في نعيم الآخرة قال هل بقي في قلبك أمنية لم تدركها قال نعم أمنية واحد أنا أتمنى أن أعود إلى الحياة لأشترك في عزاء سيد الشهداء حتى أنا لهذا الفضل الذي حرمت من إحنا بمقدار ما نتمكن يجب أن نحي قضية سيد الشهداء حتى نكتب إن شاء الله في سجله وديوانه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنا نار أفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات شكرا